سلام عليكم واهلا بكم من جليل. فيديو النهاردة هيكون فيديو قصائل للاجابة على احد الاسئلة اللي كان جاني على الخاص من هندس نادر الجميل. وآآ بصراحة انا شفت ان انا اعمل فيديو باجابة السؤال ده عشان الناس كلها تستفيد. واستأذنت طبعا الراجل ان انا اعمل فيديو بالموضوع ده. والراجل مشكورا يعني وافق ان انا اعمل الفيديو ده. تمام? طيب اه الاسكماتيك اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة هو اسكماتيك من تطوير او الشركة للماتربورد اللي معي هي شركة كوانتا وزي ما احنا شايفين الموديل بتاع الماتربورد ار اتنين وستين اللي بنفسه من شركة عشان لو حد حابب ينزل الاسكماتيك ويقدر ان هو يتابع معنا. تمام? طيب خلونا نروح للصفحة رقم اربعة وتلاتين اللي هي موجود فيها دائرة الشحن بتاعتنا عشان نعرف السؤال ونعرف كمان الاجابة على السؤال ده تمام? طيب السؤال باختصار بقول ازاي اه طريقة عمل الدايرة اللي موجودة قدامي دي عشان تحقق لشرط اه تشغيل الموسفت اللي هو بي كيو سبعة وعشرين. لو جينا بصينا للموسفت بي كيو سبعة وعشرين هنبص لان الموسفت ده عبارة عن موسفت بيتشانل. وعشان يحقق الشرط بتاع اه تشغيل الموسفت بيتشانل الراجل هتطلي الدايرة البسيطة دي. اه عشان تشغل الموسفت تمام? في حين انا لو بصيت للموسفت اللي هو بي كيو تلاتين هبص لان الموسفت ده عبارة عن موسفت. والموسفت ده بالنهاية بيتحكم لي فيه آآ الفاس بالشهن. طريق البن رقم اربعة اللي هي فقنا ما عنديش اي مشكلة في الموسفت تلاتين. ولكن طبعا آآ الموسفت بي كيو سبعة وعشرين هو حاطت لدايرة. يعني انت لو بصيت النظرة الاولى للدايرة دي هتحس ان الدايرة بسيطة ولكن طبعا الدايرة فيها فكرة وده اللي احنا ان شاء الله بازن الله هنشرف انت عرضه. تمام? طيب. لو جينا بقى بصين انا وانت على الدايرة دي آآ خلينا نتفق مع بعض كده على نقطة ما يعني. اننا الغرض من الدايرة دي او وظيفة الدايرة دي في النهاية ان الدايرة دي تطلع لي فولت على الجيت آآ للموسفت بي كيو سبعة وعشرين عشان تحقق لي الشرط بتاع الموسفت ده. وبما ان الموسفت بي كيو سبعة وعشرين ده هو بيت شون الموسفت. فاذا انا لازم اكون عارف ان انا الجيت بتاعتي لازم يكون متوفر عليها فولت اقل من فولت السورس اللي هي البيلنا رقم واحد واثنين وتلاتة. فاذا فايدة الدايرة دي بالكامل او النتيجة النهائية اللي انا هاخدها من الدايرة اللي قدامي دي او الدايرة البسيطة اللي قدامي دي. آآ النتيجة النهائية انها هتحقق لشارط الموسفت ده. اللي هو في النهاية المفروض انها هتطلع لفولت هنا مناسب لآآ تشغيل الموسفت اللي هو بي كيو سبعة وعشرين. تمام? طيب لو جيت بسيط بقى على الدايرة نفسها بصلا هنا الدايرة بتتكون معايا من شوية مقاومات محطوطة بي طريقة معينة. وفي عندي مصادر للجهود هنا. في مصدر جهود هنا اللي هو بلاس في اي دي. في كمان مصدر للجهود هنا بلاس في اي. تمام? آآ بتتكون معايا من تراندستورات بي جي تي من نوعية بي ان بي. تمام? لو جيت بسيطة على اللي هي بي كيو عشرة جبت الداتاشت بدايتها او حتى بسيت لها من خلال الاسكماتي كافة من البي كيو عشرة ده عبارة عن باكيش فيها تراندستورين بي جي تي. النوع بتاع تراندستورين دي بي ان بي. تمام? طيب. اجي هبص بقى على خارج الدايرة بتاعتي او الاوت بوت بتاع الدايرة بتاعتي او الاشارة اللي انا محتاج ان انا آآ توصلني في النهاية عشان تحقل شرط الموسفت البي كيو سبعة وشين. هبص لقى ان الخارج بتاع الدايرة او الاوت بوت بتاع الدايرة النتيجة النهائية اللي انا محتاجة جيالي من خلال بتاع تراندستور بي ان بي تمام? طيب لو جيت بسيطة على بتاع التراندستور ده هبص لقى جايلي من الطرف رقم اربع وجايلي من الاشارة اللي هي اسمها بلاس في اي دي. طيب الاشارة دي جايلي منين? الاشارة دي لو بسيت هبص لقى هجيالي من المنطقة دي. اللي هو اللي جايلي بعد ما المسفت بي كيو سبعة وعشرين يكون شغال تمام? طيب نبص كمان على بتاعت الترانزستور ده هبص لان البيس دي جيالي من خلال المقاومة اللي هي بي ار تلاتة وتوامانين وفي النهاية جيالي من خلال الاشارة دي. الاشارة دي لو جيت بسيط عليها هجيالي من خلال اطراف رقم ستة اللي هي بتاعت الترانزستور اللي هو فابدأ ان انا ابص على الترانزستور وابص على الشروط بتاعت تشغيله والكلام ده كله تمام? طيب طريقة تحليل الدايرة بالوضع ده هبص لقي نفسي ان انا دخلت في ماتيها تمام? وبالتالي اللي هعمله دلوقتي ان انا هحاول ان انا اعيد لك رسم الدايرة دي او ان انا عامل صياغة جديدة للدايرة بشكل تاني ولكن طبعا بنفس الترتيب اللي موجود قدامنا ده عشان نقدر نفهم الدايرة بشكل بسيط تمام? طيب خلونا بقى نرسم دلوقتي نفس الدايرة ولكن زي ما قلنا ان هي هنرسمها بشكل جديد عشان بس يبسط لنا اه تحليل الدايرة تمام? طيب لو انتقلنا بقى لي الكاميرا نبص اللي ان انا في عندي تلات ترانزيسترات في الترانزيستر اللي هو اللي انا محتاج ان انا هتحكم فيه في النهاية وخلينا نكتب اه تسمية بتاعت الترانزيستر ده زي ما هو موجود عندي في السكماتيك واللي هو بي كيو اه سبعة وشريم تمام? وفي عندي برضو الباكيج اللي فيها اتنين موت اه ترانزيستر من نوعية بي اين بي ولكن طبعا احنا رسمنا كل ترانزيستر بشكل منفرد عشان سهل على نفسنا تحليل الدايرة تمام? يعني الاتنين ترانزيستر دول في اه النهاية في اللي هي بي كيو عشر تمام? في الترانزيستر اللي هو فوق متسمي معايا على وفي الترانزيستر اللي هو تحت متسمي معايا تمام? طيب خلونا بقى نرسم الدايرة بتاعتنا بشكل مبسط عشان نبدأ ان احنا نحلل الدايرة تمام? طيب لو جينا بصينا هنبصي اللي ان انا في عندي نقطة تخزيه هنا اللي جايه لي من سوكة الشحن مباشرة النقطة دي المفروض اللي هي هيكون عليها تسعة عشر فولت النقطة دي راحها معايا لآ درين الموسفت اللي هو بي كيو سبعة وعشرين وخلونا برضو نسمي آآ نفس التسمية اللي موجودة معايا على الاسكماتيك عشان ما يكونش فيه اي اختلاف عندي طبعا النقطة دي ما تسميها معايا على الاسكماتيك بلاس في اي تمام? طيب ده الدخل او ده الجهد اللي جايلي من الشاحن مباشرة طب بعد ما الموسفت ده يشتغل اللي هو بي كيو سبعة وعشرين هبص لقي ان الجهد ده طالع عندي من نقطة او بتاعت الموسفت واللي متسميها معايا على الاسكماتيك بلاس في اي دي تمام? طبعا انا بسمي نفس التسمية او متعمد ان انا سمي نفس التسمية في الاسكماتيك عشان بس ان انت تقدر تتابع معايا ومن تهش من بعد تمام? طيب يبا فيه عندنا بعد كده الترانزستورين اللي هو كيو وان وكيو تو تمام? طبعا الترانزستورات دي من نوعية بي ان بي. اه وبالتالي هي لها شروط معينة عشان تحققل الشرط بتاعها وتبدأ ان هي تشتغل. تمام? خلونا بقى نرسم بقية الدايرة. هنبص نلاقي في بتاعنا. بتاع الموسفت متوصل معايا على مقاومة او وفي النهاية التضارف ده من المقاومة رايح معايا لجراون. تمام? طبعا قيمة المقاومة دي زي ما هو موجود فيه واحد ميجا اوم. تمام? كمان بتاع الموسفت اللي هو ده برضو نفس الطريقة او نفس الفكرة رايح معايا على مقاومة على في النهاية. وكمان برضو قيمة المقاومة دي واحد ميجا اوم. تمام? طيب لو جينا بقى بتاعت الترانزستور كيو تو وكيو وان هنلاقيهم متوصلين تقريبا بنفس الطريقة. ففي عندي هنا البيس دي متوصلة بمقاومة. ايمة المقاومة دي ميتين وعشرين كيلو اوم. وبرضو هنا البيس بتاعت الترانزستور ده متوصلة بمقاومة. نفس الفكرة برضو نفس ايمة المقاومة ميتين وعشرين كيلو اوم. وفي النهاية الاتنين متوصلين مع بعض او جيالي من نقطة واحدة. النقطة دي في النهاية جيالي من خلال بتاع الموسفت اللي هو كيو وان. تمام? طيب عايزين بقى نشوف التغذية او الفولت اللي داخل ليه الامتر بتاع الموسفت كيو وان وي كيو تو. هنبص اللي هي كيو وان او نبدأ بكيو وان هنبص اللي ان التغذية بتاعته جيالي من نقطة اللي هي جيالي اساسا من بعد سوكت الشحن مباشرة او من الادابتور مباشرة. جايلي اه الجهد بتاعها جايلي من خلال مقاومة. ايمة المقاومة دي في واحد وفي النهاية الجهد ده رايح معيها الاي طرف بتاع الامتر. تمام? طيب الامتر بتاع الكيو تو ده جايلي منين? جايلي لو انا تتبعته في النهاية جايلي من النقطة دي. من النقطة دي? النقطة دي اللي هي اسمها بلاس ذي اي دي. اللي هي المفروض هيكون عليها برضو تساءتاشر والت. طبعا بعد تشغيل الموسفت اللي هو سبعة وعشرين. تمام? طيب اه النقطة بقى النهائية او النتيجة النهائية انا هاخدها فين? انا هاخدها او انا محتاجها على الجيد بتاعة المسفد بيكيو سبعة وعشرين. وطبقا للاسكماتيك او على حسب بتاعي النقطة دي جيالي من المنطقة دي بالزبط. جيالي من ولكن طبعا قبل المقاوم اللي هي الواحد بيجا اقوم. اللي الطرف التاني بتاع متوصل بالجراب. تمام? كده يبقى احنا عملنا ايه? كده يبقى احنا رسمنا نفس الدايرة اللي موجودة معي في ولكن طبعا بطريقة تانية او بصيغة تانية بحيث ان انا لما اجي احالي للدايرة دي يبقى الموضوع سهل معي. تمام? طيب احنا دلوقتي رسمنا الدايرة ولكن طبعا رسمناها بشكل اه مختلف شوية هو نفس الشكل اللي موجود في الاسكماتيك او نفس الترتيب بتاعها اللي موجودة معي في المخطط بتاعي. ولكن بشكل مختلف شوية او بشكل ابسط بحيث ان اقدر احلل الدايرة. تمام? طيب دلوقتي احنا محتاجين نعرف ايه? محتاجين نعرف الجهد اللي موجود في النقطة دي. ليه? لان ده في النهاية بيمثل الجهد الجيت اللي هو بتاعة الموسفت بيكيو 27. اللي في النهاية الجهد انا اعرف الجهد ده ازاي? يقول ان انا اجيب جهاز الافو متر بتاعي ان الطرف بتاعه ولا طرف ده على النقطة اللي انا محتاج ايس الجهد بتاعها. تمام? واخدين بنا دلوقتي احنا بنعمل ايه? احنا بنقيس الجهد حوالين المقاومة اللي هي الواحد ميجا اوم دي. تمام? يعني اننا لو عرفت الجهد اللي حوالين المقاومة بتاعة اه الواحد ميجا اوم. يمكننا في النهاية عرفت جهد الجيت اللي هو هيشغل لي ترانزيستور بي كيو سبعة وعشرين. تمام? طيب اعرف جهد المقاومة او الجهد الموجود على المقاومة دي ازاي? بكل بساطة على حسب قانون اوم ال V بتساوي I في R. تمام? انا دلوقتي محتاج اعرف V. ده بالنسبة لي محتاج اعرفه. ال I دلوقتي هقول لك عليه. وال R بالنسبة لي اللي هي قيمة المقاومة دي ال واحد ميجا اوم او المليون اوم. تمام? طيب مين ال I? ال I بالنسبة لي هو ال I اللي بيمشي في المسار بداية من آآ النقطة اللي هي اسمها بلاس V A دي. بيمشي معي هي بيدخل على الترانزيستر او متر الترانزيستر. لو الترانزيستر ده شغالها هيبدأ ان الطيار يمر معايا في المنطقة دي. في النهاية يمر على المقاومة اللي هي الواحد ميجا اوم وفي النهاية يروح للجراوند. تمام? ولكن خد بالك ان انا الجزء بسيط جدا من الطيار ده هيمشي فيه فرع البيز في الاتجاه ده. يعني هيمشي من المنطقة دي يروح للمتر وبعد كده يمشي من خلال البيز يخرج من البيز تمام? ليه الكلام ده? الكلام ده عشان الترانزيستور ده من نوعية بي ان بي تمام? طيب وفي حاجة تانية برضه او بعض الاعتبارات التانية انا لازم اخد بالي منها. رقم واحد. ان انا البي كيو سبعة وعشرين في اللقظة الاولى من توصيل الادابتور بتاعي. البي كيو سبعة وعشرين ده عبارة عن موسفيد بيت شانل تمام? احنا شايفين طريقة وضعه في الدايرة هتخلي الفولت او تسعتاشر فولت اللي موجودين معي في المنطقة دي او ايه لي من بعد الشاحر مباشرة هتبدأ ان هي تمر من خلال او البرازاتيك ضايد هتمر للسورس تمام? بعد ما تمر للسورس طبعا هي مش هتوصل تسعتاشر فولت يعني انا لو افترضنا نقطة دي تسعتاشر فولت بالزبط لو عدت من خلال او من خلال البرازاتيك ضايد هتعدل ناحية تانية ولكن طبعا هيحصل على الدايد نفسه على حسب الدايتا ممكن يكون واحد او واحد واتنين من عشرة فهيمر التسعتاشر فولت خاصة منها الواحد او الواحد واتنين من عشر اللي هياخدهم او البرازاتيك ضايد كفولتش دروب عليه وبعد كده يبدأ الجهد ده يوصل معي في المنطقة دي ولكن طبعا احنا عارفين ان انا طيلا وما حطيت موسفت في الدايرة لازم ان انا اشغاله كموسفت ما ينفعش ان الفولت والطيار يعده من خلال البرازاتيك ضايد الداخلي تمام? يبقى في اللحزة الاولى الفولت بتاعه هيمر من خلال البرازاتيك ضايد مش هيستنى شرط الموس في الترانزيستور تمام? دي النقطة رقم واحد تمام? النقطة رقم اتنين لازم ان انا الترانزيستور ده عشان يبقى فيه جهد هنا لازم الترانزيستور ده يشتغل مسلا وحتى لو بشكل جزء يبقى في حالة او تمام? طيب عشان يشتغل لازم ابص على البيز بتاعته لازم يكون اقل من بمقدار معين ديه لان الترانزيستور ده طيب مين بتاعته هنبص اللي ان البيز جاي من خلال المقاومة ميتين وعشرين كيلو اوم وفي نفس الوقت جايا لي من الطرف ده طيب مين الطرف ده? الطرف ده الكوليكتور اللي هو يبقى انا لازم ابص على شروط تشغيل الترانزيستور هبص لقي ان الامتر جايا لي من الجهد الرئيسي لون سعتاشر فولت عن طريق مقاومة واحد كيلو اوم تبدأ التسعتاشر فولت تدخل على المقاومة واحد كيلو اوم تمام? هتاخد طبعا جزء من الفولت ده بعد كده الطيار يبدأ يمر عندي على الترانزيستور في اللحزة الاولى من التشغيل هنبص على يعني انا تسعتاشر فولت تنقلت عندي من خلال المقاومة دخلت على الامتر في اللحزة دي هنبص على البيز ونشوف جهد البيز كام ونقارن الجهد الامتر عشان نشوف الترانزيستور ده هيحقق الشروط بتاعته يكون اون؟ ولا اوف تمام؟ طيب هنا في تسعتاشر فولت او فولت معين طبعا لان المقاومة دي هتاخد جزء من الفولت ده هيبدأ ان الجهد ده يكون موجود على الامتر طيب نبص في اللحزة دي على البيز البيز هتكون الجهد اللي موجود عليها كام؟ البيز لو جينا بصينا هنلاقيها وصلة دي طبعا الكلكتور في اللحزة دي او في الاول لحزة من التشغيل هيكون عليها زيرو فولت لان الترانزيستور ده هيكون اوف تمام؟ وببدأ بعد كده ان انا هبص على المسار هبص لها وصلة على مقاومة واحد ميجا وبعد كده الجراول يبقى في اللحزة الاولى البيز مش هيكون عليها اي بوقت وبالتالي الترانزيستور ده هيشتغل ليه? لان الجهد على الامتر هيكون اعلى من الجهد على البيز والترانزيستور ده يكون اون بشكل كامل او في حالة تمام? طيب بعد التشغيل ايه اللي هيحصل? بعد التشغيل هيبدا الترانزيستور ده يكون اون يعني الامتر متوصل بالكولكتور وبالتالي اقدر اعتبر الترانزيستور ده كسويتش في الحالة دي تمام? طيب مجرد بقى ما الجهد يتنقل من الامتر للكولكتور? النقطة دي اللي كانت قبل كده زيرو فولت لأ في الحالة دي مش هتبقى زيرو فولت في الحالة دي هيوصلها جهد معين تمام طيب احنا عايزين بقى نعرف الجهد ده كام طبعا لو جينا حسبنا الحسابات هنبوصل لان المسار بتاع بيبدأ من التسعتاشر فولت هيعدي هيبدأ المفاومة دي تاخد جهد الترانزيستور نفسه لما يكون حتى لو في حالة برضو هيكون فولتش دروب عليه بين الميتر وبين حتى لو في حالة لان في النهاية هو هيكون حتى لو في حالة هيكون لي مقاومة معينة المقاومة دي قليلة نسبيا ولكن طبعا في النهاية تظل مقاومة تمام فالفولت في الحالة دي هيتوزع على المقاومة اللي هي الواحد كيلو اوم وهيتوزع جزء منه هيروح للترانزيستور نفسه بين والكليكتور وطبعا الجزء الاكبر هيروح للمقاومة اللي هي الواحد ميجا اوم لان ايمتها هتكون او ايمة المقاومة للمقاومة دي هتكون اعلى من ايمة المقاومة للترانزيستور حتى لو في حالة والمقاومة اللي هي الواحد كيلو اوم اللي موجودة معي في المنطقة دي وبالتالي متوقع ان الفولت عليها يكون اعلى تمام طيب برضو من ضمن الاعتبارات اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها ان الترانزيستور كيو تو ده لو كان اف بشكل كامل الترانزيستور بي كيو سبعة وعشرين ده هيكون في حالة طيب الكلام ده هيتم ازاي لو افترضنا انا ترانزيستور كيو تو ده اف بشكل كامل فانا الامتر عندي مش هتكون متوصلة اه او في اي ما بين الامتر وبين الكلكتور طيب في الحالة دي اللي هيحصل في القلة دي جهد الجيت هياخد جهد الجراوند اللي هو زيرو فولت تمام طيب هنا في زيرو فولت او على الجيت بتاعتي موجود زيرو فولت وعلى سورس هيكون موجود تسعتاشر او تمانتاشر لو افترضنا ان الجوت هيعدي في البداية من خلال البضي دايد او البرازيتيك دايد فنقول ان انا الجيت عندي عليها زيرو فولت والسورس عندي عليه تمانتاشر فولت. فاذا الترانزيستور ده يحقق الشرط بتاعي لان الترانزيستور ده من نوعية وفي الحالة دي جهد الجيت هيكون اقل من جهد بمقدار كبير جدا. وبالتالي الترانزيستور بيكيو سبعة وعشرين هيكون ان بشكل كامل. ويبدأ ان هو يشتغل ويمرر لي الجهد والطيار من خلال ال بيكيو سبعة وعشرين كموس في الترانزيستور تمام? طيب. احنا في الحالة دي بقى اه يعني المفروض ان احنا دلوقتي لو هنشتغل بالطريقة دي احنا محتاجين نعرف الطيارات ومحتاجين نعرف الجهود المختلفة على كل من مكونات الدارة اللي موجودة قدامي. وطبعا يعني الصيانة لا يمكن تتم باي حال من الاحوال بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني انت لو قلت دلوقتي اه للناس حتى اللي شغالها في المجال ان عملية الصيانة بتتم عن طريق حسابات معادلات وقوانين الترانزيستور والحسابات والارقام الرياضية دي. يعني انا بأكد لك ان خمسة وتسعين في المية من الناس اللي موجودة جوه المجال هتخرج منه وانا اولهم. تمام? غير كده ان ده عكس دورنا تماما. احنا عايزين نوصل اه للناس اللي هي حتى عايزة تدخل المجال بشكل جيد او مبتدأة في المجال وعايزة ان هي تبدأ في المجال ده عايزين نوطل لها قد ايه الصيانة سهلة وبسيطة جدا. وبالتالي انا لو جيت اقول لواحد مسلا عايز يدخل في مجال الصيانة. ان انا الصيانة عندي بتتم بالشكل اللي احنا شايفينه ده حسابات طيارات وبهود ومعادلات وكلام من ده. يعني الكلام ده بصراحة يعني مش هشجعهم ان هما يدخلوا في المجال. طبعا احنا عايزين نبسط المجال للناس ونورد الناس قد ايه المجال ده سهل. وان هما ممكن يحققوا في نتائج كويسة. تمام? وبالتالي احنا بقى هنستغل عنا القوانين والمعادلات والحسابات دي كلها وهنستخدم طريقة احنا كنا استخدامناها بلي كده. ان احنا هناخد الدايرة اللي موجودة قدامنا دي بكل الكمبونت اللي موجودة قدامنا دي. ونبدأ ان احنا نعمل لها مو حاكاة على اي برنامج من برامج زي مسلا البروتل زي وانا طبعا بالنسبة لي بفضل عشان هو سهل وبسيط وممكن اي حد يستخدمه حتى لو اول مرة يستخدم البرنامج. ففي اللحظة دي او في النقطة دي احنا نبدأ ان احنا ناخد كل الدايرة اللي قدامنا دي. ونبدأ ان احنا نرسمها على برنامج وبدغط الزرار واحدة البرنامج هيبدأ يحسب لي المعادلات والكلام ده كله ويبدأ يقول النقطة دي على فولت كام النقطة دي بيمشي فيها طيار كام والكلام ده كله. تمام? طبعا هنبدأ ان احنا نحلل بعض النقطة اللي موجودة في الدائرة اللي موجودة قدامنا دي. تمام? طيب نيجي بقى دلوقتي للسيركت وزارد عشان نرسم الدائرة اللي احنا كنا شغالينا على دلوقتي. بداية كده نبدأ ان احنا نجيب اللي احنا محتاجنا فهندخل على طبعا هنحتاج مصدر للجهد معي او هنحتاج كمان آآ نقطتين تمام? او نقطة واحدة فيش مشكلة ولكن انا هنخليه من نقطتين بس عشان سهولة الرسم وان انا اقدر اوصل خطوط بتاعتي بسهولة. تمام? فيه برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنحتاجها هنحتاج خمس مقاومات. تمام? بايام مختلفة. انا بنغير الايام بتاعتهم دلوقتي ولكن خلينا آآ نجيب خمس مقاومات. تمام? طيب آآ بعد كده هنحتاج آآ ترانزستورات هنحتاج الترانزستور اللي هو موجود معي بعد سوكة الشحن اللي هو المسفت اللي انا محتاج ان انا هتحكم فيه. تمام? كمان هنحتاج ترانزستورين اللي هم بيشغلوا للدائرة بتاعتي آآ اللي هم نوعياتهم بي ان بي. تمام? طيب. آآ خلونا بس بداياتا كده انا انا اعمل الترانزستور اللي هو آآ او المسفت اللي هو موسفت وخلينا نشوف بس الاتجاهات بتاعته زي ما هموجود معي في الاسكماتيك ولأ في المنطقة دي موجود فعلا السورس وفي المنطقة دي هيكون موجود آآ بتاعي اللي هو أنا هربط به الدخل بتاعي او مصدر البولت بتاعي وهنا برضو هيكون موجود الجيد. تمام? طيب خلونا بس نعيد تسمية الترانزستور ده عشان يكون آآ مطابق للي موجود معيها في الاسكماتيك عشان الناس بس اللي متابعة معنا تقدر ان هي تكمل معنا من غير ما يكون في مشاكل. يبقى انا الترانزستور ده فعلا اسمه بيكيو وسبعة وعشرين. مصدر الجهد بتاعي خلونا نخلو المصدر ده سعتاشر فولت عشان نطبقوا لي اللي موجود معي على الشاحن تمام? وخلونا نسمى مصدر الجهد ده زي ما هم تسمى معي على الاسكماتيك اللي هي بلاس طبعا مصدر الجهد ده هيكون متوصل بالدرين بتاعة وتمام? في المنطقة دي انا طبعا هاخد آآ الاوت بتاعي واللي في النهاية طبعا هيروح لي فخلونا بس نسميه برضو زي ما هم موجود في الاسكماتيك هندخل هنا على وهنجيب حاجة اسمها تمام? طيب هنخلي الترميل دي هنسميها آآ بلاس بي اي دي تمام? زي ما هموجود معي على الاسكماتيك ونبدأ ان احنا نوصل الترميل اللي احنا جبناها دي تمام? طيب نرتب بقى المسفتات اللي هي آآ البي ان بي اللي موجودة معي تمام? طيب في ترانزيستور متسامل معي كيو تو وفي كمان الترانزيستور ده بس هو متسمي هنا كيو سري فخلينا نسميه كيو وان آآ عشان نشتغل زي ما هو موجود معي في الاسكماتيك. طيب الكيو تو ده الترانزيستور اللي هو موجود معي فوق خلونا بقى نبدأ ان احنا نوصل الاطراف بتاعته. طبعا الترانزيستور ده زي ما احنا اتفعنا ان انا بتاعته متوصلة معايا على مقاومة واحد ميجا اوم. فهنخلي ايمة المقاومة دي آآ نعدل الايمة بتاعتها بدل من واحد كيلو هنخليها واحد ميجا اوم عشان نطبق الاسكماتيك. ونبدأ ان احنا نوصل الاطراف بتاعت المقاومة دي طرف بي. والطرف التاني هيكون متوصل معايا بي المسفت. تمام? طيب نفس الفكرة برضو بالنسوى للمسفت اللي تحت اللي هو كيو وانا برضو هنعمل معايا نفس الموضوع بالزبط. فهنيجي على المقاومة دي نخليها آآ واحد ميجا اوم. ونبدأ ان احنا نعمل لها روتيشن. الجزء ده هيكون متوصل بيه الترانزيستور ده. والجزء التاني او الطرف التاني هيكون متوصل معايا بنوطة الجراوند. فخلونا نسحب نوطة الجراوند دي كده ونبدأ ان احنا نوصل بها الطرف التاني من المقاومة. طيب زي ما شفنا في الاسكماتيك برضو آآ ان انا البيس بتاعت اللي اتنين ترانزيستور اللي هو كيو وان وي كيو تو متوصلين مع بعض ومتوصلين بمقاومات ايمة المقاومات دي ميتين وعشرين كيلو. فخلونا نخلي دي ايمة المقاومة دي ميتين وعشرين كيلو. ونبدأ ان احنا نعمل لها روتيشن. ونوصلها ببيز الترانزيستور كيو تو. وهناعمل برضو نفس الموضوع بالزبط من الترانزيستور اللي هو كيو وان. نعدل بس اللي ايمة بتاعته. نبدأ نوصلها بالباز بتاعة ترانزيستور كيو وان طيب انا بالنسبة لي الامتر بقى بتاعة ترانزيستور كيو وان زي ما احنا شوفنا في الاسكيماتيك هو جاي من التسعتاشر فولت ولكن طبعا عن طريق مقاومة واحد كيلو اوم فنبدأ ان احنا نجيب مقاومة واحد كيلو اوم ونبدأ ان احنا نوصلها بالباز بتاعة الكوليكتور بتاعة ترانزيستور كيو وان. تمام? طيب خلونا بقى نوصل المقاومات دي او البيز اللي راحة لكيو وان وكيو تو زي ما احنا شوفنا في الاسكيماتيك هم اللي اتنين متوصلين بنقطة واحدة. وكمان النقطة دي وصلة معايا آآ الترانزيستور اللي هو كيو وان فهنبدأ ان احنا نوصلهم كده مع بعض. كده مش هيكون فاضل معايا غير الكوليكتور بتاعة ترانزيستور كيو تو وكمان الجيت بتاعة الترانزيستور او المسفت سبعة وعشرين. هنبدأ ان احنا نوصل طبعا الكوليكتور زي ما احنا شوفنا في الاسكيماتيك. هيكون وصل بالنقطة دي. والبيز بتاعة الترانزيستور هتكون وصلة معايا بالنقطة دي. وكده الدايرة بتاعتنا تكون آآ مكتملة. كل اللي فاضل بقى ان احنا نحاكي الدايرة او نعمل للدايرة. ونبدأ نشوف الغلطيات والطايرات اللي موجودة عندي. ونبدأ بعد كده في عملية تحليل دايرة. تمام? طيب خلونا بقى نبدأ نعمل للدايرة بتاعتنا. ونبدأ نناقش بعض النهات في الدايرة. تمام? طيب دلوقتي احنا شغلنا الدايرة بتاعتنا اول حاجة هنحتاج ان احنا نبص عليها اللي هي الغرض الاساسي من الدايرة دي. وطبعا الغرض الاساسي ان انا اشغل المسفت بيكيو سبعة وعشرين عن طريق ان انا حق شرط الجيت بتاعته. تمام? طيب خلونا كده نبص على اللي موجود على الجيت بتاعته. لو بصينا على الخاص بالجيت. هنبص اللي هي ان هو واحد ستاشر واحد عشر من مية فولت. تمام? طيب هل الفولت ده بقى دلوقتي كافي لتشغيل الترانزيستور ويخلهولي في حالة نبدأ ان احنا نعمل ايه? عملية مقارنة. عملية مقارنة ما بين ايه? عملية مقارنة ما بين الفولت اللي موجود على الجيت بالفولت اللي موجود على السورس. واحنا قلنا ان ده مصفت لازم ان الفولت بتاعة الجيت يكون اقل من الجهد اللي موجود على السورس. تمام? طيب هنا ستاشر واحداشر من مية فولت على الجيت. طيب السورس كام? السورس لو جينا بصينا عليها نبص لهيه تمامتاشر و سبعة وتسعين من مية فولت. طبعا في فرق كبير ما بينهم وده طبعا هيخلي للترانزيستور في حالة تمام? طيب ايه اللي هيحصل لما بيك يو سبعة وعشرين يكون في حالة الان? بكل بساطة ان انا اقدر اعتبر المصفت ده اه كمفتاح او ممكن اقدر اعتبر ان انا وصلت سلك ما بين الطرف اللي هو الدرين والطرف التاني من المصفت اللي هو السورس تمام? طيب. اه لما يشتغل المصفت ده المفروض ان هو هيعدي لي كل الفولت والطيار من الدرين للسورس بتاعه. تمام? طيب خلنا كده نشوف الفولت على الدرين كام? الفولت على الدرين زي ما هو واضح تسعتاشر فولت وده طبعا كلام منطقي جدا لانه متوصل بالمصدر بتاع الفولت بتاعة مباشرة بدون اي مقاومة تمام? طيب الفولت على السورس كام? الفولت على السورس هو تمنتاشر وسبعة وتسعين من مية فولت. طيب انا في عند دلوقتي تلاتة من مية فولت فرق. التلاتة من مية دور راحه فين? بكل بساطة ان انا المصفت ده او اي ترانزيستور لما بيشتغل ويكون في حالة برضو في تظل مقاومة موجودة ما بين الاطراف بتاعته اللي هو الطرف في الوضع الحالي الطرف اه اللي هو السورس اه او الدرين والطرف التاني اللي هو السورس. لازم يكون في مقاومة. المقاومة دي على حسب اه الداتاشيت بتاعت المصفت ترانزيستور تقريبا في حدود العشرين ميلي اوب. طبعا هي مقاومة يعني اميتها قليلة جدا جدا ولكن طبعا تظل مقاومة لانها ما وصلتش اميت الصفر معي. تمام? فاذا المقاومة دي ما بين الدرين وبين السورس لما الترانزيستور كان في حالة الاون استدعى ان انا لازم يحصل لهنا على الطرفين اه بتوع المصفت ترانزيستور وبالتالي ده زي ما احنا شايفين حصل عن طريق ايه? حصل عن طريق انه هو خصم تلاتة من مية فولت تمام? ودي تكون النقطة الاولى اللي احنا عايزين نناشى. طيب تعالى بعد دلوقتي للنقطة التانية اللي هي حالات تشغيل ترانزيستور كيو وان وكيو تو. احنا دلوقتي محتاجين نعرف هل كيو وان وكيو تو في حالة الاوف ولا في حالة الان. ولو كانوا في حالة الان محتاجين نعرف كمان هل هم في حالة ولا في اللي هي المنطقة الفعالة تمام? طيب نعرف الكلام ده ازاي? ابسط طريقة ان انا بقيد الجهد حوالين اطراف الترانزيستور الى هو ايه? بتاع الترانزيستور والقليكتور وعن طريق الجهد اللي موجود بين الطرفين دور اللي هي الاميتر والقليكتور. بقدر احدد الترانزيستور ده فاني حالة بالزبط. تمام? طيب خالنا نجيب كده جهاز فولتاميتر. ونبدأ ان احنا نوصل جهاز ده او الفولتاميتر بتاعنا باطراف الترانزيستور اللي هي والامتر. تمام? ونفس الفاكرة بعض اعمالها مع الترانزيستور اللي فوق. هنبدأ ان احنا نجيب الولتاميتر ونوصل اطراف بتاعته برضو بنفس طريقة التوصيل. تمام? ونبدأ ان احنا نشغل الدايرة بتاعتنا. خلنا بس نوقع في الدايرة نجيب الولتاميتر ده. الناحية دي شوية عشان بس العراية تكون ظهرة معنا. طيب وزي ما احنا شايفين كده الترانزيستور اللي اللي هو آآ الفولتش دروب اللي عليه او بين اطراف الترانزيستور تروية تقريبا حوالي خمسة من عشرة او خمسمائة تلاتة وترمين من الفولت. تمام? كلام ده معناه ايه? كلام ده معناه ان احنا في حالة او قريبين جدا جدا من حالة ده طبعا بيختلف على حسب نوع الترانزيستور اللي فصل. تمام? طيب الترانزيستور اللي هو كيوتو. زي ما احنا شايفين الفولت اللي موجود عليه بين الاطراف بتاعته متر وي اتنين وي ستة تنمية فولت. وكلام ده معناه ان انا الترانزيستور ده بنسبة مية مية في المية في حالة تمام? اللي هي المنطقة الفعالة او مستخدم كمقاومة متغيرة انه هو في حالة تكبير. تمام? طيب. الكلام ده ليه? خلونا كده نقارن بين اطراف الترانزيستورين ونعمل مقارنة بسيطة كده ما بين الاتنين عشان نعرف ليه الترانزيستور اللي تحت ده كان في حالات او اشتغل معايا ان في حالات ولكن الترانزيستور اللي فوق اللي هو اشتغل معايا في حالة تمام? طيب خلونا كده نشوف الفولتيات اللي موجودة على الخاصة به كل ترانزيستور من النوم. لو جينا بصينا الجهد هنا هنبص نلاقيه تمنتاشر وتمانية وتسعين من مية فولت. طب الجهد على المتر المسفت كيوتو. زي ما احنا شايفين تمنتاشر وسبعة وتسعين مية فولت. واضح جدا جدا الفولتيين او الفولتيات بتاعتهم مريبة جدا جدا من بعد. تمام? طيب الفولت على البيس لو بصينا على كيو وان هنبص نلاقيه ان الترانزيستور ده البيس بتاعته عليها تمنتاشر واربعة واربعين من مية فولت. طيب الترانزيستور كيو تو. البيس بتاعته عليها تمنتاشر وتلاتة واربعين من مية فولت. تمام? فازا الفولتيات بتاعت الاتنين ترانزيستور على البيس وعلى الامتر. الاتنين تقريبا تقريبا واحدة. تمام? طيب ليه بقى الترانزيستور اللي تحت ده اشتغل في والترانزيستور اللي فوق ده اشتغل في تمام? الكلام ده طبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديو المسفت ترانزيستور. وبكده احنا نطلع بقاعدة ان الترانزيستورات من نوعية المسفت تعمل او تشتغل معي بتشتغل بالفولت بس لان ما فيش طيار بيمشي معي جوه من جوه الجيت او جوه مصار الجيت. لكن الترانزيستورات من نوعية بتشتغل او بتعمل معي بالطيار. لو جينا بقى بصينا ليه ايمة الطيار الخاصة بالبيز للاتنين موسفت ترانزيستور مبص اللي هي الترانزيستور اللي تحت ايمة الطيار زي ما احنا شايفين مئتين وستة نانو امبير. تمام? طب المسفت اللي فوق زي ما احنا شايفين مية تمانية وسبعين نانو امبير. والاختلاف في الطيار ده هو اللي خلت ترانزيستور كيو وان في حالة الان وكمان ساتيوريشا. والترانزيستور كيو تو ده في حالة الان ولكن طبعا فيه المنطقة اللي هي اللينيور تمام? طيب كده اكون انا خلصت الكلام بتاعي تمام? واتمنى اكون ولو بشكل بسيط جاوبت على السؤال بتاعك. وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة وكالعادة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من الاتب.